اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين عمل شركات الوساطة المالية في غزة ينتعش مع الاقبال المتزايد على المضربة في البورصة عنب السويداء السورية يحقق ارباحا مجزية ويعزز الصناعات الزراعية في البلاد اهلا بكم لم يجد التجار والمستثمرين في غزة بدا من اللجوء لسوق البورصة الفلسطينية في ظل الحصار والذي دفع بالمقابل فئات اجتماعية مختلفة لتداول الاسهم وتحقيق ارباح مالية يحتاج اليها كثر في ظل عدم توفر وظائف مناسبة وارتفاع نسب البطالة في القطاع احمد غانم يواضب ابو محمد على ارتياد احدى شركات الوساطة المالية في غزة منذ سنوات لتداول الاسهم فيعاقة الاحتلال سفره اكثر من مرة فضلا عن العقبات التي واجهها خلال التجاره بالبضائع دفعه للانخراط في سوق البورصة الفلسطينية بحثا عن بديل استثماري يوفر له مردودا ماليا على الرغم من المخاوف نضطرنا انه نلتجي الى سوق المال لنحاول انه يكون نوع من الدخل لتغطية تكليف المعيشة احيانا بتدخل عليه رقم معين واحيانا بتخسر اكبر من الرقم هذا نتيجة السوق الفلسطين بالذات متأثر في الوضع السياسي الداخلي المحلي ثماني شركات للوساطة المالية تعمل في غزة والضفة الغربية تسجل حسابات لأكثر من سبعين ألف مستثمر حسابات لم تقتصر على التجار وأصحاب رؤوس الأموال فحسب بل تشهد إقبالا من الشباب في ظل عدم فرص العمل نتيجة الحصار ونتيجة الانقسام لا يوجد وظائف كثيرة أو بشكل مستمر بالأحرى فتعتبر البورصة الفلسطين توجهنا لها هي ملاذ آمن نوعا ما للاستثمار أفضل من البورصات الثانية وليس فيها تقلبات كبيرة كثير والمبالغ المستثمر فيها ممكن تكون مش كبيرة كثير بالنسبة لي كشاب في بداية حياتي محتاج مبالغ كبيرة وعلى الرغم من تدني الوعي الاستثماري بهذا القطاع إلا أن هناك أسباب مختلفة تشجع المستثمرين الفلسطينيين والعرب أيضا على تداول الأسهم في سوق فلسطين أي مستثمر اللي بهمه هو الربح والحقيقة أن السوق الفلسطيني سوق مربحة في السنوات اللي فاتت السنة 2016 كانت السليكات المدرجة في البورصة حققت أرباح 282 مليون دولار السوق الاقتصاد الفلسطيني تحت حصار وبالتالي يفترض فيه أنه ما يكونش متعرض لكتير الهزات العالمية اللي بتتم في الأسواق العالمية بشكل عام ويظل الانفتاح الاقتصادي في غزة أملا لهؤلاء المستثمرين الذين لا يخفون بالمقابل خشيتهم من تقلبات السياسة الفلسطينية التي تؤثر عليهم حالة الإقبال على أسواق البورصة يربطها الخبراء باستمرار الحصار والإغلاق وصعوبة تنقل المستثمرين والتجار خارج غزة بينما لا تزال نظرة الشارع للبورصة ضيقة تفتقر إلى المزيد من التوعية الاستثمارية التي قد تحسن من الظروف الاقتصادية لمرتديها أحمد غانم غزة الميادين يزور وفد اقتصادي أرميني لبنان سعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين أرمينيا والبلاد العربية رئيسة اللجنة للدولة للسياحة في وزارة الاقتصاد الأرمينية أرميناز زيت نوسيان أكدت أن أعداد السياح اللبنانيين في أرمينيا ارتفعت بشكل كبير زيت نوسيان أكدت أن بلادها تسعى لجذب السياح من المنطقة العربية من خلال تأسيس خط جوي مباشر بين لبنان وبلادها وأشارت إلى تسارع نمو القطاع السياحي على ضوء تحديث قطاع الخدمات وعقد اتفاقيات جديدة لزيادة وجهات الطيران المباشر نحن في لبنان لعرض أرمينيا كوجهة سياحية السياحة نمت بشكل كبير خلال العقد الماضي وخلال الأشهر التسعة الأخيرة شهدنا نموا تفوق نسبته 24% نستقبل سياحا من إيران وروسيا وأوروبا والبلدان العربية بشكل دائم ونحن شهدنا ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة الماضية في عدد السياح من لبنان بنسبة تصل إلى 83% وهذا بفضل تأسيس خط طيران مباشر بين بيروت وأرمينيا أرمينيا وجهة سياحية هامة على الصعيد الثقافي لدينا أكثر من 25 ألف معلم أثري وأرمينيا بلد جبلي للسياحة البيئية ولتذوق أفضل أنواع الأغذية كما أننا وجهة للسياحة الصحية كشفت شركة الكهرباء الأردنية عن ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام بنسبة 23.8% إلى 35 مليون دولار بعدما كانت 20 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي وترافق ارتفاع الأرباح مع الزيادة الإرادات المالية للشركة في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 9.6% إلى 434 مليون و414 ألف دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016 قال وزير النفط العراقي جبر العيب أن بلاده نجحت في زيادة طاقة تصدير النفط من موانئ الجنوب لتصل إلى 4 مليون و600 ألف برميل كل يوم بعد إضافة مرفأ عائم جديد اللعيب أكد أن المرفأ الجديد يرفع الطاقة الاستيعابية بواقع 900 ألف برميل كل يوم علما أن صادرات البلاد من الحقول الجنوبية وصلت إلى 3 مليون و240 ألف برميل يوميا قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروع أن بلاده ستواصل خفض انتاجها من النفط تلبية لتعهدها في اتفاق خفض الانتاج العالمي وفي تغريدة عبر تويتر كتب المزروع التزاما من الإمارات بتنفيذ اتفاق أوبك قامت شركة أدنك التابعة للدولة بإعلام زبائنها بنسبة خفض التصدير لشهر كنون الأول ديسمبر وذلك لتحقيق نسبة الخفض المتفق عليها للدولة بواقع 139 ألف برميل من النفط كل يوم ارتفعت أسواق النفط بعد أن تجاوز سعر خام برينت القياسية 60 دولارا للبرميل في بداية التعاملات بسبب توقعات بتمديد الاتفاق الذي قضته أوبك لخفض الانتاج والمقرر انتهاؤه في آذار مارس المقبل ومزال هذا السعر قريبا من أعلى مستوى وصل إليه سعر برينت منذ تموز يوليو 2015 وبزيادة أكثر من 36% منذ وصوله إلى أدنى مستوى له خلال حزيران يونيو المنصر وكانت أوبك ودول أخرى منتجة للنفط قد اتفقت على خفض الانتاج نحو مليون وثممائة الفبريلين كل يوم للتخلص من تخمة في المعروض النفطي العالمي تحظى زراعة الكرمة في محافظة السويداء السورية بعناية خاصة لما تحققه من عائد اقتصادي هام في تنمية الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة رفعة الديك هذه النقوش الحجرية الضاربة في عموق التاريخ تظهر بد ارتباط إنتاج الأعناب بسكان جبل العرب في محافظة السويداء السورية وجيلا بعد جيل ومن الآباء إلى الأبناء انتقلت الكروم عنقيدها المتدلية كعقود اللؤلؤ ما زالت تزين سفوح التلال هنا فتفتح بجمالها شهية الناظر وتروي بمذاقها عاطشه إلى اللذة وفرة الإنتاج دفعت معظم أبناء المحافظة إلى العمل في هذه الزراعة التي تحتاج إلى خبرة طويلة وفقا للنوع إن وجود أكثر من خمسة عشر نوعا جعل من هذه الفاكهة فاكهة ذات شعبية كبيرة في المحافظة ومنها ما هو الزاحف الذي يحتل النصيب الأكبر من الإنتاج ومنها ما هو العرائش التي تزين مداخل البيوت وتوفر الفيئة والجمال إنتاج السويداء من العنب يصل إلى خمسين ألف طن سنويا ويحقق مردودا ماديا يبلغ سبعة مليارات ليرة سورية غلاء مستلزمات الإنتاج وتراجع القدرة على التسويق لم ينالا من العناية التي يبذلها المزارعون للعناية بكرومهم الكرمة هنا زراعة متوارثة وتشكل محط افتخار بأصالتها وجودتها فعنب المحافظة يعد من أجود الأنواع عالميا وهو مصدر للعديد من الصناعات الغذائية كالدبس والزبيب توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء إلى ما يقارب الثلاثة والنصف في المئة العام المقبل من اثنين في المئة فاصل ستة في العام الحالي الصندوق حذر من أن زيادة الديون والمخاطر السياسية في الاقتصادات الأكبر حجما ستؤثر سلبا على النمو في المستقبل وأشار الصندوق إلى أن الحصاد الجيدة وتعافي إنتاج النفط في نيجيريا سيساهم بأكثر من نصف النمو في المنطقة هذا العام فيما سيجد النمو دعما في ارتفاع أنشطة التعدين وحصادا أفضل في جنوب أفريقيا وكذلك تعافي إنتاج النفط في أنجولا أعلن مصرف HSBC تضعف أرباحه لخمسة أضعاف في الفصل الثالث من هذا العام بفضل ازدهار عملياته في آسيا وبدء نجاح خطة لإعادة هيكلته ويأتي إعلان المصرف عقب الكشف عن تغييرات في الإدارة وإجراءات حققت الانتعاشة والأرباحة ومنها تنظيم عملياته وخفض التكاليف التي شملت إقالة عشرات ألاف الموظفين وبلغت أرباح HSBC أربعة مليارات وستمائة مليون دولار مقارنة بثمانمائة وثلاثة وأربعين مليون دولار فقط في العام الماضي في الخبر الأخير كشف الرئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينغوفيتش أن بلاده تهدف للانضمام إلى منطقة اليورو في غضون سبعة إلى ثمانية أعوام وقال بلينغوفيتش خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بريكسل أن كرواتيا تسعى للانضمام إلى منطقة اليورو ولأن تصبح عضوا فيها في غضون ولايتين للحكومة مشيرا إلى عدم وجود موعد محدد لتاريخه هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة المايدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر